البنك المركزي المصري امبارح طلع بيان النفى في هذا البيان اصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه تحمل تاريخ 8 اكتوبر 20-24 البنك المركزي قال ان اي تداول لصورة هذه الورقة في منصات التواصل الاجتماعي هو غير صحيح وان الرقم المسلسل الموجود على الورقة المتدولة هو خاص بالاصدار النقدي اللي تم في عام 20-23 البنك المركزي كمان طلب من وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحريد دقة فيما ينشر عن البنك واهمية الرجوع للمصادر الرسمية لتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها او تداولها طبعا لان تداول المعلومات غير الموثوقة ممكن يؤثر سلبا على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي